اشتركوا في القناة التكنولوجيا وتصنيع القميس طيب يعني ايه تكنولوجيا التكنولوجيا دي هي شيء يقوم الافراد بانشاؤه يساعدنا على انجاز مهمة يعني حاجة احنا بنصنعها وبنعملها ليه علشان تخلينا نعمل شغلنا بسرعة وبسهولة وما تتعبناش طيب تعالوا نشوف كده هي التكنولوجيا ساعدتنا في حياتنا في ايه اول صورة معايا تصنع القمصان من نبات القطن الذي ينمو في الحقور ويجب جمع القطن من هذا النبات هناك آلة تساعد على جمع القطن تسمى ماكينة جمع القطن يبقى دي ماكينة جمع القطن احنا اخترعناها ليه اخترعناها علشان تجمع لنا القطن ده كله كده من الحقول طيب يا مستما الانسان ممكن يجمعه من الحقول ايه بس هو كتير قوي وهيتعب الانسان وهيبقى محتاج ناس كتير قوي تجمعه طيب ما احنا ممكن نخترع حاجة تجمع لنا القطن ده بكل سهولة طيب اول خطوة في عملية تصنيع القماش من القطن بنفصل القطن عن البزور باستخدام آلة حلج القطن الماكينة دي لما بتلميه القطن من الحقول بتلمه وهو في بزور وحاجات مش حلوة طيب احنا عايزين ننضف القطن ده علشان نصنع منه قماش بنوديه في آلة اسمها آلة حلج القطن قالت حلج القطن دي بتفصل البزور عن القطن وبتطلع لي القطن لونه ابيض وجميل ونظيف زي ما احنا شايفين كده وبعدين تبدأ الخطوة الثانية في عملية تصنيع القماش من القطن بغزل القطن الى خيوت يعني بعدين بعد ما بنظف القطن بعمله خيوت بعد ما بعمله خيوت بنسج الخيوت دي مع بعضيها علشان ايه؟ عشان تطلع لي قماش خلاص بعد ما صنعت القماش بوديه عند مكنة الخياطة علشان يصمم لي الشكل اللي انا عايزه وبكده احنا عرفنا تصنيع القميز بيتم ازاي؟ طب تعالوا نشوف انا بستخدم التكنولوجيا في حياتي اليومية في ايه؟ في حياتي جايب لي مربعة للتكنولوجيا وجايب لي بتساعدني في ايه؟ في الحياة هنا انا التكنولوجيا ايه اللي التكنولوجيا اللي بستخدمها في حياتي؟ انا ممكن استخدم البوتاجاز التلفزيون التلاجة اي حاجة من الحاجات اللي انا بستخدمها في البيت مثلا المروحة الحاجات دي بتساعدني في ايه؟ كل حاجة اللي هستخدم يعني مثلا نلبه تجاز بيساعدني على تسخين الطعام طيب والتلفزيون بيساعدني على مشاهدة برامج مفيدة المروحة بتساعد في تبريد الهواء طيب وفي العمل ايه التكنولوجيا اللي انا بستخدمها في العمل بيستخدم الكمبيوتر مش كلنا بنستخدم الكمبيوتر في العمل احنا نفسنا في المدرسة مش بنستخدم الكمبيوتر طيب الكمبيوتر ده بيساعدني على ايه بساعدني في البحث عن معلومات طيب وفي اللعب أنا بستخدم التكنولوجيا في اللعب بإيه مش بنصنع ألعاب الدراجة دي مش تكنولوجيا واختراع طيب بساعدني في إيه ما هي بتساعدني على الاستمتاع بالوقت بتساعدني في إيه تاني ما هي دراجة نوع من أنواع الرياضة ممكن تكون بتساعدني على مثلا أن أنا حافظ على لياقة جسمي نطلع مع بعض صفحة 17 الدرس السادس ماكينة الواجب المنزلة دي ما كان هقول لكم إيه حكايتها فيه ولد اسمه سامير سامير ده كان بيحب يلعب كورة كل يوم في الأجازة بتاعته بس لما بدأت الدراسة سامير ما كانش عايز يحل الواجب مش قادر يسيب الكورة عايز يلعب فقعد كده يحلم ويفكر ويقول أنا كالنفسي ما يبقاش عندي واجب منزلي علشان أقدر يلعب كورة زي ما أنا عايز بعدين فكر إنه هو يخترع آلة علشان تعمله الواجب بتاعه وهو يلعب براحته طول الوقت فسرح بخياله كده وقعد يفكر في شكل الآلة ألا أنا هرسم الماكينة بتاعت الواجب المنزلة دي وهكتب قايمة علشان أعرفها هي تعمل إيه يعني مثلا قايمة إزاي يعني هكتب إن هي تحللي واجب الرياضيات والعربي والإنجلش والدين واجب اكتشف كل الحاجات دي أنا عايز الآلة دي تحللي الواجب وتعمل لي كل ده وأنا هلعب طول الوقت ومش هعمل أي حاجة خالص وصرح بخياله لحد ما إيه اخترع الآلة دي كده هي فيها كذا ألمه كل ألم بيحل إيه المادة اللي هو إيه ادهاله طيب تعالوا كده احنا كمان نخترع زي سمير نطلع صفحة 18 اختراعي عايزني اخترا حاجة تساعدني أنا وقصرتي إن احنا نخلص الأعمال بتاعتنا بسهولة طيب أنا ماما تعبانة في البيت طول اليوم وعمالة تقضي وتعمل لنا الأكل طيب أنا عايزة ساعدها يبقى أنا هاختراع لها آلة بتساعدها في إيه الطلبات المنزلية طيب هي الآلة دي ولا التكنولوجيا اللي أنا هستخدمها دي هتساعد في إيه في الطلبات المنزلية ممكن أخليها تنظف البيت ممكن أخليها تعمل لنا طعام طيب تعالوا كده نرسم بقى شكلها في المربع ده بعد ما رسمنا شكلها نكمل ونطلع صفحة تسعتاشر يمكن الاختراع يقان يساعد في إيه هيساعد في إيه هيوصل مثلا للأماكن العالية وينظفها اللي ماما مش بتطلها وبتتعب عبال ما بتعملها ممكن يطبخ لي أصناف كتير من الطعام ماما ما بتبقاش قادرة تقف تعمل لنا أكل كتير بتعمل لنا حاجة واحدة بس ممكن الآلة دي تعمل حاجات كتير وتخسل بقى الأطباق والملابس والسجاجات بتاعتنا وتخسل لنا كل حاجة نقل بالصفحة مع بعض ونطلع صفحة عشرين صديقي بيسألني بقى عايز نكتب سؤال صديقي سأل هوني فأنا جاي صديقي سألني قال لي هو اختراعك ده بيحل لك بقى الواجبات المنزلية أو واجبات المدرسة فأنا نسيت أخليه يحل واجبات المدرسة فقال لي خلاص أعدله فأنا هعدل اختراعي واخليه أنه هو يساعد ماما في طلبات البيت وبعد ما يخلص يجي يحل معايا الواجبات المنزلية علشان أنا ما حلش الواجب كله وبكده يا سنة أولى نكون خلصنا درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته